في الساعات الأولى من فجر نهاردة استهدفت عبوة ناسفة سيارة تابعة لقطاع الأمن المركزي على طريق الأوتوستراد وده أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة آخر وإصابة ثلاث مجندين آخرين مصدر أمني في وزارة الدقلية قال إن حالة الضابط المصاب أصبحت مستقرة وإنه حاليا بيخضع حاليا للعلاج في العناية المركزة بعد نجاح العملية الجراحية لاستخراج الطلقات من جسمه اللي هو مجد عبدالغفار وزير الدقلية تقدم مشيعي جنازة الجنازة العسكرية للشهيد الملازم أول علي أحمد شوقي اللي استشهد في الانفجار دي صورة من الجنازة العسكرية التي أكيمت تكريما للشهيد علي شوقي ربنا يرحم الشهيد الكبير واللي انضم إلى كوكبة من الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن في معركة الدولة ضد الإرهاب وربنا يطمن الجميع على باقي المصابين اللي يصيبوا في هذا الحدث الإرهابي إمبالا